نرجع تاني للأخطاء الشائعة في التعامل مع حلات الإمساك والخطأ اللي هنتكلم عنه دلوقتي ده خطأ بقى جسيم جدا هو أن بعض الأمهات بيدخلوا شيء مدبب في فتحة شرج الطفل خلاص زي الترمومتر مثلا أو حتى فيه ناس يعملوا أرطاص ورقي ده خطأ كبير جدا وخطر جدا يدهنوا كده زيت أو يجيبوا الترمومتر يدهنوا زيت ويدخلوا في فتحة الشرج على أساس أن الفعل ده هيسهل عملية الإخراج التصرف ده جماعة غلط جدا 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 وبيكون فيه خطورة كبيرة أوي لإحداث جرح في فتحة الشرج أو في الغشاء المخاطي المحيط بفتحة الشرج أرجوكم خلوا بالكم وبلاش التصرف الخطير ده أما آخر الأخطاء الشائعة فهو تقديم المياه الغازية للأطفال في حالات الإمساك وبرضو ده تصرف خاطئ لأن المياه الغازية فيه ناس فكرة كده يقولك عنده إمساك الدوله شوية مش عارف إيه أنواع بقى المياه الغازية المياه الغازية لا تعالج الإمساك بالعكس هي بتسبب الانتفاخ والتقلصات يعني إحنا بنزود المشكلة بقى الطفل عنده إمساك نزود له إحنا بقى تقلصات وانتفاخ وبتزود الألم المصاحب في حالات الإمساك تمام؟ حلقة النهاردة اتكلمنا فيها عن الإمساك بكل ما يتعلق به كل ما يجب معرفته عن الإمساك طيب في حاجات أكيد ممكن تكون فاتت مننا طيب هنعرف إزاي هنعرف من خلال تعليقات حضراتكم من خلال الأسئلة ممكن تسألونا خلاص وإن شاء الله يعني أنا حاولت بقدر المستطاع أن أنا خصصت حلقة بالكامل عن الإمساك وكل ما يتعلق به لكن في حال كان حد عنده سؤال خاص بهذا الأمر أرجوكم تواصلوا معنا ابعتولنا على وسائل التواصل ومرة تانية الأسئلة إحنا بنخصص لها الحلقة الأخيرة من كل شهر وممكن تبعتولنا الأسئلة مكتوبة أو مسموعة أو مرئية يعني ممكن تصوروا نفسكم فيديو كده وتبعتوه بس يكون أقل من دقيقتين